الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلاه على ما من نبه علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن ومن توفيق الله عز وجل أسجل هذه الكلمة في الرد على بعض أتباع صلاح الدين ابن براهيم أبو عرفة ونحن في ليلة الخميس ليلة الرابع والعشرين من شعبان لعام تسع وثلاثين واربعمائة ألف الموافق ليلة العاشر من الشهر الخامس لعام ثمانة عشر وألفين مناسبة هذه الكلمة وإن كنت من فترة ما سجلت شيئا على أبو عرفة وذلك لأنه اختفى بحمد الله عز وجل ومن العام الماضي مش تغريب شهر رجع بالعام الماضي نحن الآن في شعبان آخر شعبان رددت عليه بأكثر من أربعين مقطع وكتبت بعض المقالات فحتى الرجل اختفى لكن ما زال يرسل إلي بعض تلاميذه والمتعصبين له أخ سعود اسمه محمد الحربي ذكرت سبغنا ذكرت أرقام تهواتفة وبعض الأخوة الجزائريين وغيرهم هؤلاء يغلب عليهم طابع السب والشتم لا تجد عندهم علما ولا دراية وإنما تعصب وسب الشتم ثم كأنهم يعني يعملون بتخطيط ارسل الأول ثم الثاني ثم يستم ثم الآخر يتم وهكذا يبدو أن الأمر مدبر على كل حال رأيت أني أسجل هذه الكلمة حتى ترسل لهم جميعا ما ناقش واحد واحد فأخذت نموذجا منهم طبعا في واحد اسم محمد الحربي أخ هذا سعودي هذا متعصب جدا لصلاح أبو عرفة وحتى أنه في هاتفه يضع صورة صلاح أبو عرفة يعني يزيل صورة ويضع صورة متعصب جدا وهذا يزعم لنفسي أنه يناظر الناس والناس تقتنع بكلامه وللأسف الشديد فكتبت مقالا بينت التحذير من صلاح أبو عرفة ومن تلميذة محمد الحربي وقلت قد تكون هذه نابتة سوء وشر على السعودية فلا يستبعد أنه بعد فترة تكسر هذه الفئة فتكون كالفئة التي خرجت في عام 1400 المعروفة بجماعة جهيمان الذين اقتحموا الحرم زعموا أنه واحد اسمه محمد عبد الله هو المهدي ولكن صارت فتنة ودخلت في التاريخ واحتلوا الحرم سبعة عشر يوما فهؤلاء لا يستبعد أنهم يقعوا بمثل هذه الفتنة في ذلك دعوتي إلى أن تؤد هذه في بدايتها لأن هذا محمد الحربي يروج لفكر صلاح أبو عرفة الذي يلمح لنفسي أنه قد يكون هو المهدي القادم على كل حال ما أجد من هؤلاء إلا بعض الشتاء يا رويبضة يا كذاب يا كذوب يا يا الاخرة كلام لا نحتاج إلى أن نذكره خسئته ورب الكعبة ونحو ذلك هذا أحدهم المهم ما يريد أن نذكر مساباته فرددت عليه بالآتي قلت له طبعا ما سلم ولا شيء أنا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم حفظك الله تعالى أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لك ويتوب عليك توبة النصوة ثم ثانيا الاتهام بالكذب ليس جديدا فالرسل كلهم قد اتهموا بالكذب وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك فيعني لا بد أن نعرف أن تكذيب الناس يا كذاب يا كذاب يا كذاب هذا من فعل المشركين مع الرسل فمن أنا يعني حتى أسلم من تكذيب مثل هؤلاء فنجد أن صلاح أبو عرفة علم ناس هذا الخلق دائما تكذب يا كذاب يا كذاب يا كذاب حتى أنه قال عن الشيخ الإسلام من تيمية كذاب الشيخ محمد الوهاب كذاب الشيخ محمد باز كذاب على طول فهؤلاء تخلقوا بهذه الأخلاق ما أن يتكلم إلا قال يا كذاب يا كذاب ما في رد علمي فقط كذاب كذاب فقلت له الاتهام بالكذب ليس جديدا فالرسل كلهم قد اتهموا بالكذب وكل إنسان يستطيع أن يقول لغيره كذبت يا كذاب يا دجال خشئت كل واحد يستطيع لكن هذا ليس نقاش علمي من وجه ومن وجه آخر لا فائدة لهذا الكلام فقلت هذا من قاموس الشتائم لكن هذا لا يجدي شيئا رابعا الحجة تكون بالعلم لا بالسبب والشتم وتأمل قصة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة الشعراء فموسى عليه السلام يحاججه بالحجج وفرعون يلاقيه بالسبب والتعيير فاختل لنفسك أسلوب الأنبياء ودع عنك أسلوب الفراعنة موسى يعرض الحجة والبرهان وذاك يشتمه ويقول لا أولا من ربك فينا وليدا ولا بيت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت موسى لا عليه السلام يطرح الحجة وأن الله بعثه لبني إسرائيل وآول آخر وهذا يشتم فالحقيقة الذي يتكلم بالحجج هذا طريقة الأنبياء وليتكلم بالشتم والتعيير هذه طريقة الفراعنة فأقول لهم اختر لنفسك هل تتبع الرسل ولا تتبع الفراعنة قلت له خامسا كل ما ذكرته كل ما ذكرته إنما قمت عليه بالبراهيم والعدلة يعني ما ذكرته في المقالة الذي رددت فيه على وحذّت من أبو عرفة ومن المتعصب لمحمد الحربي كله ذكرته بالبراهيم وكله عندي بالمقالات والمقاطع الكثيرة فقلت له إن شئت ناقشتك به مسألة مسألة حتى يتبين لك الحق طبعا الكلام الذي قلت أن محمد الحربي خطر على السعودية بدعوتي هذه الذي يروج لأبو عرفة ويتصل بالناس ويراسلهم فهذا أمر خطير على السعودية فقلت مثلا السعودية دولة قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى في أحد يجهل هذا الشيء منذ أن أسست أول من أسسها بتوفيق الله عز وجل محمد بن سعود مع من؟ مع الشيخ محمد بن عبداللهاب وقامت هذه الدولة قامت الدولة الأولى ثم سقطت ثم الثانية ثم الثالثة ثبتها الله فكل القاصي والداني وهذا محمد الحربي سعودي يعني يعرف هذا الشيء يدرس من الابتدائي الثلاثة أصول من ربك ما دينك من نبيك هذا مما كتبه الشيخ محمد بن عبداللهاب فما في واحد يعني ما يعرف هذا الشيء فالعداوة الشديدة للشيخ محمد بن عبداللهاب هذه عداوة للدولة السعودية واضحة جدا فأين الكذب الذي كذبته وأين الافتراء الذي افتريته قتلة السعودية دولة قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبداللهاب رحمه الله تعالى وكان أميره الأول محمد بن سعود رحمه الله تعالى وما زالت السعودية بولاتها وحكامها يتبنون دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وأبو عرفة يعادي هذه الدعوة ويتوعدها بكل ما أتي من قوة وقدرة ومحمد الحربي يناصره على ذلك فأين الكذب الذي كذبته عليكم ثم قلت لو استمع لأبو عرفة وراجع نفسك بعد سماع كلامه ثم حكم بنفسك وتذكر أن الله تعالى سائلك عما تتلفظ به من قول أرسلت له كلام أبو عرفة بصوته ومن موقعه يتوعد ويقول صوت صافي يعني ممتاز وواضح يظهر ما في قلبه ماذا يقول أبو عرفة يقول أبو عرفة فما رأيت هكذا يقول فما رأيت من بغاة المسلمين في بضع مئة خلت منذ وعيت حتى شبت في الإسلام أعدى ولا أعتى ولا أبغى ولا أطغى ولا أفسد ولا أضرى على الإسلام وعلى المسلمين من زعيم الطائفة للوهابيين النجني بن عبدالهام فما رأيت من بغاة المسلمين في بضع مئة خلت مذوعيت حتى شبت في الإسلام أعدى ولا أعتى ولا أبغى ولا أطغى ولا أفسد ولا أضرى على الإسلام وعلى المسلمين من زعيم طائفة الوهابيين النجدية بن عبدالوهاب ولا عذرني الله إن أنا سكت عنه أو قعدت دونه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز يقول ولا عذرني الله إن أنا سكت عنه أو قعدت دونه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز أين الافتراء الذي افتريته؟ ماذا هو الذي يقوله بلسانه؟ ويعلنه ويتوعد ويصف دعوة الشيخ عن الوهاب والطائفة الوهابية كما يقول بهذه الأوصاف طائفة وهابية وكانه ليسوا على الإسلام وليسوا على السنة ثم هذا محمد الحربي يؤيد هذا الرجل تأييدا تاما حتى أنه يضع صوره حتى أنه ماذا إذا ذكره في بعض المرات يرسلني يقول إيش ابن إبراهيم اللي هو اسمه صلاح الدين ابن إبراهيم أبو عرب إيش يقول الإمام ابن إبراهيم سلام الله عليه إذا هذا العداء الشديد الصريح بلسانه يتوعد دعوة الشيخ محمد الوهاب اللي قامت عليها الدولة السعودية اللي يتبذنها ولاة أمر السعودية يقول هذا الكلام وانت تضع صورته وتقول سلام الله عليه ابن الإمام أين الافتراء؟ يعني سهل تقول العادة كذاب يا رويبضة يا خسر هذا سهل ائتي بأي واحد قليل أدب ممكن يسرد لك من هذه الشتاء لكن الحجة بالحجة أنت تقول هذا الكلام هذا إمامك يتوعد أعيد كلام ما يش يقول فما رأيت من بغاة المسلمين في بضع مئة خلت منذ وعيت حتى شبت في الإسلام أعدى ولا أعتى ولا أبغى ولا أطغى ولا أفسد ولا أضر على الإسلام وعلى المسلمين من زعيم طائفة الوهابيين أن نجني عبد الوهاب ولا أعذر الله إن أنا سكت عنه أو قعدت دونه وليعلم الله بينصره ورسله بالغيب إن الله قوين عزيز ما كذرنا والحمد لله فهذا هو أبو عرفة وهذا وعيده الذي توعده بل في له كلام قال حتى أطهر الحرم من هذه الدعوة يعني يعني جهي مان السلام هذا نيته يريد إيش أن يطهر الحرم من ماذا من كتب الشيخ محمد الوهاب ودعوته ومن ولاة السعودية السعودية تتبنى دعوة الشيخ محمد الوهاب معروفان ارجع ما في داعي ترجع محمد الحربي أنت سعودي هذا كلام حتى الملك عبد العزيز مصور بالأسود أبيض في الحرم يخطب خطبه يتكلم بما يتكلم به وما زال إلى يوم هذا يقول دعوة الشيخ محمد الوهاب والوهاب ليس المذهب خامس وإنما هو دعوة التوعيد دعوة الكتاب والسنة ما افترينا شيء المهم هذا قتل أصلاح قتل لما قتل الله يغفر لك والله يصلح قال رد عليه قال أصلح لله وإياك فهل الرجل يكفر هل السنة والجماعة لأن أنا قلت أنه يكفر هل السنة والجماعة قال هل يكفر هل السنة والجماعة قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهل ما تقوله أنت صدق وحق مجرد كذب على الرجل قلت نعم كل ما أقوله صدق أنا أقوله كل ما أقوله صدق والكذب حرام ومن صفات المنافقين وأعوذ بالله أن أكذب على مسلم بل ولا حتى على كافر أعوذ بالله أن أكذب حتى ولا على كافر ولا على مبتدع ولا على مخالف الكذب من صفات المنافقين حرمه الله عز وجل والله يقول ويل وليوميذ المكذبين الكذب أخبث الأخلاق وآية المنافق إذا حدث كذب وما تكلمت بفضل الله عز وجل إلا بالأدلة والبراهيم في كل نقطة أثرتها على هذا الرجل من لسانه من فمه أدينه أبدا قلت نعم كل ما أقوله صدق والكذب حرام ومن صفات المنافقين سألت فأجبت سألته فأجب ويعلم الرحمن يقول قلت لأنا سأجيبك على كل نقطة تطرحها كل نقطة تقول عني كذبت فيها أنا مستعلم لكن أنا عندي شرط أن تقسم بالله أنك تريد الحق وإذا اتضح لك الحق تتبعه وأنا جالس لك أقسم قال يعلم الرحمن أني أريد الحق واتباعه وهو علي من الشاهدين تفضل قل ما عندك قلت له هيا ارسل لي القسم إن كنت صادقا سأجيبك على كل سؤال لكن عندي عليك شرط أن تقسم بالله العظيم أنك تريد الحق وإذا ظهر لك الحق تتبعه اتفقنا رده قال ما أجبتني يا شيخ سؤالي واضح قلت عنه أنه يكفر أهل السنة والجماعة هات البينة على ذلك والآن ماذا يريد يريد أن يقفز على موضوع أني أنا قلت عنه يكفر أهل السنة والجماعة موضوعنا الأول ما هو موضوعنا الأول إلا هو يقول ما رأيته منذ وعيته صح هل هو عدو لدعوة الشيء عند الوهاب ولا حبيب حميم عدو واضح يتوعد ويقسم بالله ولا عذر الله ها فلما أثبت لك بأن هذا الرجل المعادي للشيخ محمد الوهاب لدعوة وللسعودية قفز لموضوع آخر قلت لا لا تقفز الآن أنا رسلت لك من صوت الرجل يتوعد ومحمد الحربي يتابعه ويروج له كذبت ولا ما كذبت معاذ الله هذا وعيده وهذا عداوته للدعوة وللدولة راح قال هل هو يكفر لا قلت لا لا أول شيء نقطة هذه أنا ما أحب واحد يناقشني زي العصور من غصن لغصن يخفز لا ننتهي من نقطة الأولى الآن كذبت ولا ما كذبت معادل الدولة السعودية ولا لا معادل دولة الشيخ محمد الوهاب ولا لا وهذا من صوته ومن موقعه المفروض إذا كان يريد الحق يقول نعم صح ما كذبت أستغفر الله أتوب إليه أما يا كذوب كذبت خسعت ورب الكعب هذا عدو مبين واضح هذا من لسانه رد قال ما أجبتني يا شيخ سؤالي واضح قلت عنه أنه يكفر أهل السنة والجماعة هات البين على ذلك أخي الذي يريد الحق مع صدق النية يهديه الله للحق بمنه وكرمه أسأل ربك الهدايا أنا أقول له قلت الأخي الذي يريد الحق مع صدق النية يهديه الله للحق بمنه وكرمه اسأل ربك الهدايا أما السب والشتم لن يجدي شيئا طيب طيب أقول له الله تعالى شاهدنا عليك الآن هو أرسل لي قسم قال أقسم بالله عظيم أني أريد الحق وإذا التضح لي أتبعه والله عليه من الشاهدنا عليك قلنا زين طيب قلت الآن سأجيبك أقسم لي بالله أيوة رد يقول لي لا جاوبني قلت له خلينا بالمسألة الأولى الآن أنا كذبت عليه ما رضي يجاوب طبعا هرب قال لا تجاوبني يقول على يكفر أهل السنة قلت حتى لا تقولني يتهرط منك سأجيبك مع أنك ما أجبني على المسألة الأولى قل سأجيبك حتى أقيم عليك الحجة وحتى تصلي الله من خالص حسناتك إذا قلت عني كذبت وخسعت الجواب أولا إذا قلت يكفر أهل السنة فليس معناه يكفر كل سني إذا قلت أنا عن أبو عرفة طبعا أنا أقول أبو عرفة على الحكاية يعني قد يقول قال لماذا تقول عن أبي عرفة عن حرف جر وأبو من الأسماء الخمسة يجر بحرف الجر له عائلته مسموه إيش أبو عرفة فيسم هذا على الحكاية فنقول أبو عرفة حكاية واضح طيب قلت إذا قلت إذا قلت يكفر أهل السنة فليس معناه يكفر كل سني وهذا كما لو قال قال فلان يقتاب المسلمين لو قال فلان يقتاب المسلمين فليس معناه هذا أنه يقتاب كل مسلم ولا لا إذا واحد يقول فلان يغش المسلمين هل معناه يغش كل مسلم لا فلان يقتل المسلمين هل معناه قتل كل مسلم على وجه الأرض لا فلان يكفر أهل السنة ليس معناه يكفر كل سني على وجه الأرض كفر في أمن أهل السنة وإذا كنت غير مقتنع بكلامي فاسمع كلام أبو عرفة ماذا يقول أبو عرفة فإنه يقول عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أنه يكفر المسلمين وهو يقصد أن الشيخ محمد الوهاب يكفر الذي يختلف معهم وليس كل المسلمين فهل ستقول أبو عرفة كذب وخسأ وخسأ فالصحاب رضي الله عنهم مسلمون صح هل أبو عرفة إذا قال الشيخ محمد الوهاب طب ما يقول الشيخ محمد الوهاب يقول نجدي يكفر المسلمين هل يقصد أن الشيخ محمد الوهاب يكفر الصحابة بعد ما يقصد ذلك ولو قلنا ابو عرفة يقول الشيء محمد الواب يكفر الصحابة لخرج من يقول خسئت وكذبت ما يكفر الصحابة ما قال ان الشيء محمد الواب يكفر الصحابة صح ولكن ماذا قال قال يكفر المسلمين والصحابة المسلمين ماذا سيقول سيقول لا ما يريد يكفر المسلمين حتى الصحابة يريد ان يكفر المسلمين اللي في عاصر اللي اختلف معاهم اللي اللي اخر وانا اذا قلت لك ان ابو عرفة يكفر اهل السنة ليس معناه يكفر كل سني على وجه الأرض من مضى ومن موجود ومن سيأتي لا وإنما يكفر فئة من المسلمين اللي هم سهمهم الوهابيين النجديين يقول فقل فهل ستقول أبو عرفة كذبت وقصت فصى عرض عنهم مسلمون والشيء عبد الوهاب رحمه الله لا يكفرهم طبعا الرجل انصرف قلت إذا فهمت هذا تبين لك أن قول يكفر أهل السنة ليس معناه كل سني واضح ليس معناه يكفر كل سني هذا أولا ثانيا أبو عرفة قال عن الشيء محمد الوهاب رحمه الله تعالى عبارات كثيرة تدل على تكفيره إياه أبو عرفة كلامه يدلك أن عند الشيء محمد الوهاب كافر طبعا ما يقول رحمه الله ما أبدا ما يعده شيء اسمع اسمع يقول عبارة كثيرة تدل على تكفيره إياه على الأقل من وجهة نظري أنا وجهة نظري حاسا ما فهمت منه أني كفر الشيء محمد الوهاب هذا وجهة نظري أنا الفهمت وقت حتى لو لم تكن واضحة بالنسبة لك من وجهة نظرك انت شايف الكلمات هذه في الشيخ محمد الوهاب ليست تكفير انا شايفة تكفير نشوف حين كلمات من هاي العبارات يقول عن الشيخ محمد الوهاب شيطان شيطان نجد شيطان كافر طيب شي يقول مسيلمات مسيلمة نجد مسيلمة كذاب كافر الدعاء النبوة دجال مستعلي على الله مستعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالشرك شيء محمد الوهاب اولى بالشرك من لي ايش قال عنه من فعل كذا فقط من فعل كذا فقط قلت فهذا التكفير صريح ولكنه يتجنب كلمة كفر حتى لا يقع عنه بانه كفر مسلما وهذا ماذا يفعل ما يقول فلان كفر او فلان كافر لا يقول شيطان مسيلمة مستعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلمات ما تنطبق الله على الكفر واجمعها كلها ما يجعله في الشرك محمد الوهاب كلها ما ما رأى ها اعدى ولا اعتى ولا ابغى ولا اطغى ولا افسد ولا اضر وشيطان ودجال ومسيلمة الكذاب وهيش من سلالة ذو الخويصرة كل من الفراد هذه مفردات هذه ثم يقول ما كفرت كفر ورتاح يقول اجمعها بكلمة واحد يقول كافر كنت ثالثا قصدت بان السنة الشيخ اهل السنة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعوى اتباعه وطلابه هو يكفرهم وولاة السعودية فهولا عندي هم من اهل السنة فبينما بينما ابو عرفة يعتبروا مبتدعا ابو عرفة يرسل هدية الى بشار الاسد ويقول وضعت حجر هذا حجر كاتب عليه رب اجعل هذا البلد آمنا حق سوريا ويعطي حسون ويقول وضعت هذا الحجر عند خيرة اهل الشام بشار النصيري خيرة اهل الشام والشيخ عنده هب مسيلمة نجد دجال كذاب مبتدع ضال مضل هل قاموس هذا هذا يحب اهل السنة بشار عنده مسلم والشام الوهاب شيطان بشار مسلم والشام الوهاب مسيلمة نجد يعني يا محمد الحربي بعد هذا كله تقولنا ابو عرفة مش معادي السعودية حكومة وشعبة وشعبا ودعوة وانت تناصره واين الكذب الذي كذبته عليك كذاب وخسئته رب الكاذب ما كذبت ما هو اخلاق الكذب كذب حرام هذه بينات من لسانك ومن لسانه وله بعضهم والله قرأت له والله يقول ليش الامام ابن ابراهيم عليه صلاة الله يعني هذا محمد شي يقول محمد الحربي سلام الله عليه هذا يقول صلاة الله عليه صلاة الله عليه وسلام الله عليه ومرة نقلت عنه قلت انه يقول عليه السلام ويجتمني شتم يا اكذاب ما قلت انا عليه السلام قلت سلام الله عليه رديت سجلت مقطع ثاني قلت ترى انا اخطائت الرجال ما قال معنى هو يقول يقول صحيحنا المعنى واحد لكن لا تكذب انا ما قلت عليه السلام قلت ايش سلام الله عليه يعني هو هو يريد ان يتهمني بالكذب وخلاص كذب والله سب سب كأن الله لن يحاسبه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السباب المسلم فسوق إلا عندي كان معنى مسلم ولا استبعده لا استبعده لان كل الفاظ وقحة يرميها عليه وانا ولا شيء على الشيء معنى ذهاب اكثر واكثر الله المستعان المهم قلت له اني اجب اجب الى اخر ما نطول عليكم لكن سبحان الله هذا الرجل يعني ما يقول عن الخميني ما يقوله ايش عن الشيخ محمد الوهاب ثم هذا يروج له ويناقش الناس ومجتهد ويعلق على كل مقطع نزله يعلق عليه ويا كذاب يا فاشل يا طويل خست وبعده ثم تؤيد وحاط صورة ابو عرف ابو عرف ابو عرف وتقول انا ما قلت الا الحق انت تؤيد ابو عرف واتحداك يا محمد الحربي ان تقرأ وتقول لا انا ابرأ من كلام ابو عرف في الشيخ محمد الوهاب بانه شيطان ودجال وكذاب ومسيل المتنج اتحداك فاذا وافقت على ذلك فانت معه تدافع عنه وانت خطير على المملكة على ولاتها وعلى علمائها وعلى شعبها ونعوذ بالله من شرك ومن شر ابو عرف ومن كل ذي شر وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه جميع وان عدتم عدتم اشتركوا في القناة